الصلاة شرعها الله سبحانه وتعالى وأمر العبادة بها وهي من أهم أركان الإسلام بدليل قوله تعالى في كتابه الكريم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا وهي أول عبادة يسألنا الله عنها يوم القيامة فهي حبل النجاة لمن تمسك بها فمن حفظها حفظه الله ومن ضيعها ضيعه الله وهي من صفات المؤمنين الموقنين الذين يقيمون الصلاة في أوقاتها ويحافظون عليها والصلاة منها فرد وهي الصلوات الخمس ومنها النافلة كصلاة الضحى وصلاة التراويح ومنها ما كان مخصوصا لغرض معين كصلاة الاستخارة في هذا المجال سنتحدث عن إحدى صلوات النوافل وهي صلاة الضحى التي بيّنتها السنة النبوية الشريفة من حيث تعريفها وأسمائها ووقتها وعدد ركعاتها وكذلك فضلها فابقوا معنا لستعرفوا على صلاة الضحى سلمت قلبي يا ربي لتعسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أضعبه صلاة الضحى في اللغة العربية مأخوذة من فعل ضحى حيث يقال لامتداد النهار ضحى أما تعريف صلاة الضحى كمصطلح شرعي فهي صلاة من صلوات النوافل وتؤدى بعد ارتفاع الشمس بقدر منه وفي حديث سعيد بن منصور قال عن ابن عباس أنه قال طلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها بقوله تعالى يسبحن بالعشي والإشراق عن ابن عباس أنه قال أن صلاة الضحى في القرآن وهي في قوله سبحانه وتعالى في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ورصال كما أن المحافظة على هذه الصلاة العظيمة تجلب الرحمة الإلهية وتفتح أبواب الرزق وتدفع أبواب الشر فهي الحسن والدرع المتين أسماء صلاة الضحى إضافة لاسمها تعرف باسم صلاة الإشراق أو الشرق وقد سميت كذلك كونها تؤدى بعد شرق الشمس أي بعد طلوعها وجمهور العلماء أجمعوا على أن صلاة الإشراق هي ذاتها صلاة الضحى بدليل قوله سبحانه وتعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق كما تعرف باسم صلاة الأوابين حيث وردت التسمية في بعض الروايات المنسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بينها أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن ألا أنام إلا على وتر وألا أدعرك عتي الطحى فإنها صلاة الأوابين وصيام ثلاث أيام من كل شهر أما وقت صلاة الطحى يبدأ وقت صلاة الطحى بارتفاع الشمس في السماء بمقدار رمح أي ما قدره متران ويمتد إلى حين دخول وقت الكراهة أي قبل الزوال أي قبل زوال الشمس بقليل بمعنى يستحب للذي يريد أن يصليها تأخرها إلى أن ترتفع الشمس ويشد الحر بذليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال في الضحى رواه أحمد ومسلم ولا يوجد خلاف بين الفقهاء في أن صلاة الطحى يكون وقتها إذا علت الشمس والشد الحر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الطحى ومعنى الرمضة أي الرمل ومعنى الفصال هي صغار الإبل فتبرك الفصال من شدة حر الشمس ويعتبر أول وقت لصلاة الطحى هو ارتفاع الشمس وبياضها وذهاب حمرتها وآخر وقت لأدائها هو الزوال ووقت الطحى من ارتفاع الشمس أي بعد شروق الشمس بخمسة عشر دقيقة تقريبا إلى ما قبل الزوال أي قبل الضهر بثلاث دقائق تقريبا عدد وركعات صلاة الطحى أقلها إثنان وأكثرها ثمان ركعات أو أكثر ولا حد لأكثرها يصليها العبد مثل مثل ولا توجب فيها الجماعة بدليل حيث روى أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى إلى آخر الحديث كما روى ابن جرير عن مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى يوما ركعتين ثم يوما أربعة ثم يوما ستة ثم يوما تمانية ثم ترك يوما وحدثنا أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى ثمانية كتب من القانتين ومن صلى إثني عشر ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وقد حدتنا سعيد ابن منصور عن الحسن أنه عندما سئل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانوا يصلون الضحى؟ فأجابهم بأنه منهم من صلى الضحى ركعتين ومنهم أربع ومنهم من كان يصلها حتى إثني عشر ركعة وعن عائشة رضي الله عنها بيّنت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء أما حكم صلاة الضحى اختلف العلماء على حكم هذه الصلاة على عدة أقوال فسنتعرف على رأي تلو الآخر أنها نافلة مستحبة حيث قال جمهور الفقهاء بأن من يؤدي صلاة الضحى يثاب ومن لم يؤدها لا يؤثم والدليل حيث روى أبو هريرة رضي الله عنه حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بها مع جملة من السنن الأخرى كالصيام ثلاثة أيام من كل شهر مما يدل على أن صلاة الضحى هي سنة مستحبة ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة وهي ما قاله المالكية والشافعية على عدم استحباب المداومة وهذا رأي الحنابلة الذين قالوا بعدم استحباب المداومة على أدائها كي لا تتشبه مع الفرائد ومنهم من قال أنها لا تشرع إلا لسبب وهذا رأي العلماء ودليلهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذها إلا لسبب فاتفق وقوعها وقت الضحى بدليل ما رواه البخاري عن عبد الله بن أبي ليلى قال ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصل الضحى غير أمهاني فإنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم ركوع والسجود ويفهم من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عندما صلى يوم الفتح ثماني ركعات إنما كانت من أجل الفتح وكذلك منهم من قال إنه يستحب فعلها تارة وتركها أخرى وهذا رأي آخر وهم يحتجون ببعض الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تحدث عكرمة قال كان ابن عباس يصلها يوما ويدعها عشرة أيام ويعني بذلك صلاة الضحى ومنهم من قال إنها بدعة وهذا آخر الأقوال ودليلهم ما تحدث به مجاهد حيث قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا الناس يصلون الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة وبعد كل هذا فإن جمهور الفقهاء اجتمعوا على أنها سنة مستحبة من أراد ثوابها فليؤد بها ومن شاء تركها ولا إثم عليه أما فضل صلاة الضحى إن فضل صلاة الضحى عظيم فهي الحصن الحصين والدرع المتين لمن أداها بحيث أنها تكون جزاء عن صدقات كثيرة قال أبو ذا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلاما من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وتجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى وسلاما معناه مفصل من مفاصل الأعضاء والأصبع وقد أكد الإمام النووي رحمة الله عليه أن هذا الحديث دليل على عظم فضل صلاة الضحى وأنها تصح ركعتين وأنه إذا أدى العبد ركعة الضحى تكفي عن الصدقات لأن جميع الأعضاء تتحرك بالصلاة من قيام وقعود فيكون ذلك شكرا من العبد لربه وكذلك هي صلاة الأوابين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الضحى صلاة الأوابين كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وكذلك أنها تحفظ من يؤدها من المحن والبلاء حدثنا أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ابن آدم صلي لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة وكذلك أنها غنيمة عظيمة عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أقرب منهم مغزا وأكثرهم غنيمة وأوشك ورجعة من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك ورجعة أما فضلها الكبير فإن صلاة الضحى تعادل عمره حدثنا أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيحة الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كثب في عليين معنى كلمة لا ينصبه أي لا يتبعه صلاة الضحى هي طريق القانتين وبذلك ما روى زيد بن أسلم أنه قال سمعت عبد الله بن عمر يقول لأبيضا أوصني يا عم فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني فقال من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعة كتب من العابدين ومن صلى ستة لم يلحقه ذلك اليوم ذنب ومن صلى ثمانية كتب من القانتين ومن صلى إثني عشر ركعة بنى الله له بيتا في الجنة رواه الطبري في النهاية إن الصلاة المفروضة والتي يعاقب الإنسان على تركها هي الصلوات الخمس المفروضة في كل يوم أما الصلوات النافلة وهي الصلوات الأخرى التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كصلاة الضحى فيستحب المداومة عليها وذلك لأن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها صاحبها بدليل ما قاله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل رواه مسلم وكما قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الطحى غفرت له ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر رواه الترمدي وابن ماجة وأحمد والمقصود بشفعة طحى ركعتين طحى فإن العبد المسلم إن قام بها حصل له من ورائها الأجر العظيم والحسنات الكثيرة وإن تركها لم يعاقب على عدم القيام بها لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو شكرا لكم